كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رابية إنا لما غضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذم واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشطت السماء فهي يومئذ اللهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منواق خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدرما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا وثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على ضعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا ضعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ترجمة نانسي قنقر شكرا